بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف مرسلين بداية أشكر وأصوات على الاستضافة فيما يخص عبد الربيل عرب الرويش رأي الجماعة السهول جماعة السهول اللي عندها واحد طابع قراوي مساحة ديالها 360 كيلومتر مربع مساحة شاسعة عندنا حدود مع مجموعة من الجماعات بما فيها على البحراوي غبال وجماعة ومقاطعة حصي الكتفة السكانية حوالي 20 ألف نسمة اشتغلنا الحمد لله في هذه الأوينة على مجموعة من الإشكالات بما فيها بما فيها البنية التحتية الكهرباء الماء الصالح للشرب كذلك اشتغلنا على التعليم وبهذه المناسبة أود أن أشكر سيد عامل أعمالة سلة على ما قدمه لنا من مساعدة بخصوص هذا القطع وخصوصا التعليم الأولي يعني في بناية بناية الأرواد وهذه الحمد لله بادرة طيبة لأنه كان يستعصى على التلاميذ مسايرة التعليم الابتدائي بدون يعني تعليم قبلي اللي هو البرسكولير نشكر جميع الأطر الإدارية اللي ساهمت في ذلك بقبة عمالة عمالة سلة كذلك الحمد لله في هذه السنة لدينا العشرات ديال الكيلومترات ديال بناية الطرقات سنشتغل في القريب إن شاء الله وفق تصميم التهيئة وفق برنامج عمل الجامعة للإسترات على خمس سنوات أو ست سنوات لحمل في طياته إصلاح الأسواق الأسبوعية النمو بالقطع الفلاحي البنية التحتية وكذلك حتى على الاشتغال على العنصر البشري لأن العنصر البشري هو أساس التنمية نعم نريد أن تصبح هذه القبيلة لا يشوبها للهجرة القروية يكون فيها استقرار يكون فيها موارد مالية فيما يخص تصميم التهيئة كأن هناك بعض الإشكالات رغم أن يعد تصميم التهيئة وثيقة عميرية تؤدي إلى تنمية المناطق وهذا شيء لا بد أن ننويها به ولا بد أن ننويها كذلك بالمديرة العامة للوكالة الحضرية على ما قامت به وعلى ما تقوم به كذلك بالنسبة لتصميم التهيئة بالنسبة اللي خرج الحيز التنفيذ في 2018 وكان هناك تصميم التهيئة قطاعي السنة الماضية اللي هو كذلك تم التنفيذ ديالو نحن الآن الحمد لله هناك عندنا يعني كنشتغل على الترخيص للبناء المواطنين رغم أن هناك بعض المشاكل مشاكل هي متداخلة كبالنسبة لوجود العقار على الشياع الذي يحول دون أن يحصل يعني المعني بالأمر على ميل التقني يسمح له بالبناء لأن الشياع فهو لكل يعرف أن الشياع هو ملك مشترك من أراد البناء يعني في الملك المشترك خص وحد الميل التقني متكامل وخص موافقة الباقي الملاكين مع الشياع وهذا يجب أن نشغل عليه جميعا نحن وكالة ومحافظة عقارية وسلطات إقليمية وغيرها من أجل تمكين المواطن السهلي من حقه في السكن الحمد لله نجتهد من أجل يعني من أجل يعني استقرار المواطن السهلي ومن أجل يعني الحد من الهجرة القراوية اللي كانت متفشية في السابق من وراء كورونا آفة كورونا عرفات السهول واحد هجرة معاكسة هجرة دي الأبناء السهول من من سلا ومن سلا الجديدة وغيرها والرجوع إلى الأصل لا لي شيء سوى بأن لأن الكل يعرف بأن من وراء هذا آفة دي الكورونا وقع واحد ارتفاع في السومة الكيرائية بالمدن مما جعل مجموعة من أبناء السهول الرجوع إلى مسقط رأسهم هذا اللي دار شوية دي الإشكالات في البناء لأن كل من رجع إلى أصله يرغب في سكان لائق نحن نشتغل على هذا الملف نشتغل على ملفات يعني اللي هي إن شاء الله جلب موارد مالية عن طريق استثمارات في المستقبل إن شاء الله نشتغل كذلك على التنمية دي القطاع الفلاحي يعني القطاع الفلاحي هو أساسي في التنمية وحاليا التحولات الدولية والتحولات المناخية تحتاج إلى إلى تنمية هذا القطاع بتكاوين بواحد مجموعة من الأمور ونحن طلبنا من الجهات المعنية يعني محاولة مساعدتنا لهذا الأمور بصفة كذلك عضو في الغرفة الفلاحية نشتغل من هذا البن عن العموم بالنسبة للسهول إن شاء الله سيكون إن شاء الله لها عمل عمل إن شاء الله جيد وسترى إن شاء الله مجموعة من المشاريع المشاريع التنموية عندنا الحمد لله التوسعة طريق الوطنية رقم 6 ونشكر كل من ساهم في ذلك سيد الوالي سيد العامل وكذلك بعض الأطور للجهيز كذلك نشكرهم على هذا صرف صحي اللي إن شاء الله على وشك النهاية ونشكر إن شاء الله جميع الإدارات الخارجية التي تساهم بجانبنا في تنمية المنطقة نعم السهول أهم التحديات اللي كتعني منها هو العقار كما قلت بأن العقار عندما يكون أكثر من 50% وجود على الشيا يحول دون تنمية المنطقة في مجموعة من المشاريع لأن أي مشروع يحتاج إلى البناء فهو يحتاج إلى ملفات تقنية جاهزة ومتكاملة هناك عقارات بالسهول لعدد يعني عدد الشيا يصل إلى العشرات ويستعصى إلى أحد يعني أحد الملاكين على الشيا يعني تجهيز ملف تقني من أجل يعني إنجاز واحد المشروع كذا الكل كيعرف بأن من أراد البناء يدلي أول الأول شيء يدلي بملكية ملكية ديال العقار زائد بلان دارشيتيكت إلى غير ذلك فعندما تكون الملكية يعني على الشيا خصوا يعني الموافقة ديال جامع الملاكة اللي معه وهذا يحول دون يعني ديال خروج مجموعة من المشاريع فالسهول عن طريق التوارث كذا كتعرف هذه المسألة ديالشية كذلك هناك لأن الكل كيعرف بأن العقار العقار هو أساس تنمية العقار والتحفيظ هو بمثابة يعني تنظيف وتطهير للعقار في حد ذاتي فعندما يكون العقار على أموشا فهنا كيصعب يعني صعب إنجاز بعض المشاريع وكتعرف بأن الطبيعة العيش هنا في السهول متفرقة يمكن الصعب إنجاز مشاريع بالسيغة جماعية وهذا إشكال إشكالة كين إشكالة خرا إشكالة طبيعية يعني بالنسبة للسهول بالنسبة للقطاع الفلاحي فهي فيها مجموعة من أنواع ديال التوراب وفيها مجموعة من المناطق مجموعة من الضواوير يعني اللي هي ينقصها وتنقصها يعني نذرة المياه كذلك كذلك هناك هاتجزي ديال الشياع يعني حالة دون يعني أدى إلى صغار المراعي وحد المجموعة من الأمور اللي هي بالنسبة للقطاع الفلاحي مبقاش في ذلك الرونق دياله كذلك والتي يعني كل أسرة تتلقى عندها وظائف خدماتية تتلقى أحد الأفراد يعني يزاولون وظائف خدماتية وآخرين يزاولون الفلاحي يعني هنا هنا يجب علينا جميعا أن نشتغل على القطاع الفلاحي بتكوين العسرانة دياله وتتمين المنتوجات من أجل يعني اللي يلب الحاجية دياله من يدفع المواطن إلى سبل وظائف خدماتية وهو بأن القطاع الفلاحي لا يلب له الرغبة اليومية كذلك كانت هناك تحديات اللي داب الحمد لله كاتزول اللي هي هاتش ديال التطبيب والتعليم وكذلك الحمد لله داب حاليا لماذا مبقاش دياله هجرة القراوية لأنه روض بالمجان في إطار برنامج الفوارق المجالية اللي نطلق بطلب من الجهات المعنية في إطار البرنامج اللي هو تينقص من الحدة أو من الهاشاشة ديال المجال القراوي هاددها هو يعني لعب واحد بالطور كبير في الاستقرار ديال ديال المجال القراوي كلا إشكالات أخرى كالغطاء الغابوي واحد المجموعة من الأمور اللي هي كنت تغلبوا عليه هذا بحاليا أو كنت إشكالة ديال البنية التحتية اللي هي الحمد لله غادة كتتحسن بعد حين وآخر ولكن الحمد لله لدي أمل بأننا إن شاء الله سنحاول ما تبقاش هذه الهجرة القراوية وننمي ونجلب موارد مالية ونخلقوا فورة الشغل للشباب لنجلب هذا الفرق ما بين سكان المدن وسكان المدن وسكان القرى على أين بالنسبة الموارد الجماعة أنا عندي هنا تقريبا السنة التانية وكنت في السابق نائب الرئيس الموارد المائية كانت من الأسواق الأسبوعية وكانت من تيفية ومن الغطاء الغابوي ومن بعض المراكز التجارية اللي كينفسون والحمد لله احنا يعني من نيجينا يعني اشتغلنا على هاتش دي المواد هاتش دي دي المواد الغازية ودي الباقي استخلاصه احنا غادي الحمد لله في تنمية في تنمية موارد الجامعة ولكن ما نأمله هو أننا نجيب موارد اللي ما تبقاش هاد الجامعة يعني في يبقى عنده واحد يعني واحد الرسيد متدبدي بل تولي من الجامعات اللي هي كتعرف تنمية وكتعرف موارد مالية ان شاء الله سلام بيوك سوف نشوف وحد جامعة دي السول الجامعة من جامعة قراوية اي جامعة حضرية دي بحنا ما كيش الفرق ما بين جامعة قراوية وجامعة حضرية الحمد لله الفرق ما كينش ولكن جامعة ده طابع قراوي مش يعني جامعة السول يعني الشساعة دي غايبقى عند الطابع القراوي في بعض في مجموعة المشياخات وكذلك اللي هو سومي سيفليزي ولا ولا شبه حضاري راه هو جميع القرى اللي هي بمحادات ولا بأحواز المدن كتعرف هاد هاد السبغة كتعرف يعني بالنسبة بمحادات المدن كتعرف وحد شوية دي شبه حضاري وبالنسبة الداخل او في الحدود مع هذا فبالنسبة السول فهي احنا في مقر الجامعة واخر نختار خمسين كيلومتر يعني احنا هنا نبعد على سلل جديدة ببضع كيلومترات لكن ارى بالنسبة للاخر دي السهول ارى خمسين كيلومتر يعني السهول ستبقى عند دك الطابع القراوي والحمد ولكن مساحة شاسعة وحتى القطاع الفلاحي يعني عنده فين ينتشر وفين يمكن يتنمى احنا طلبنا ان شاء الله يعني مركز ديال تكوين الفلاحي لان حاليا واش مركز ديال تكوين الفلاحي يبقى في الحواضر مركز ديال هو ما حج لولاد البادية يعني يخصو يكون فوس من البادية يعني واش غادي يمشي ديال البادية يمشي ستين كيلومتر باش يدير فورماسيون ولا بيدير واحد تكوين احنا كنا طلبنا فهذا باش يولي هات الشي هذا يعني في المتناول ويولي حتى التكاوين اللي هي مرحلية وكذا باش يولي ميدانية يعني حتى التكاوين ميدانية في الميدان في الحقول وكذا ومسايرات احنا نشتغل وكذلك احنا نشتغل على يعني ظهور يعني ملاعب ديال القرب في هذي السنة ان شاء الله ودرنا في برنامج عمل ديالنا يعني مجموعة من الملاعب ودرنا احتقتنا العقارات من أجل يعني تكون عندنا ملاعب ديال القرب تكون عندنا ملاعب ديال الطرف يكون عندنا شي حاجة اللي يعني تكون هكا تشتغل على السوسيا على العنصر البشري واكيد ان شاء الله غاد نشتغل وغاد نوصل ان شاء الله ما نسعى اليه بحكم موجودنا على رأس هذه الجامعة هي تنمية الجامعة هي تنمية العنصر البشري بالجامعة هي ان تصبح الجامعة يعني تنافس الجامعات يعني المتطورة على السعيد الوطني وليما لا يعني تولي عندنا بعض التوآمات مع الجماعات خارج الطراب الوطني كذلك يعني بعين الجامعة دينا تولي عندها موارد مالية قارة ولي كذلك اهم شيء هو ما تبقاش ديك الهجرة القراوية الكل كيعرف بان كتف السكني بالبوادي في السبعينيات في الثمانيات كانت اكتر بكتير من الحوادر لكن حاليا ولا العكس وهذا العكس لماذا؟ لأن العنصر البشري يقلب على حياة جيدة يقلب على مرافق يقلب على تعليم يقلب على صحة وهذا الشي اللي كنشتغلو إن شاء الله يولي يعني جميع مرافق الاجتماعية تولي في الحوادر ويولي عندنا واحد استقرار دائم ومتقاش عندنا هذة الهجرة القراوية ويولي عندنا يعني القطاع الفلاح يلبي حاجية المواطنين شكرا شكرا على المشاهدة إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي مرحبا بك اشتركوا في القناة